اختتمت اعمال قمة الصلب العربي في نسختها الخامسة عشر والمعرض الدولي للحديد والصلب الذين تستضيفهما مملكة البحرين وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب هذا وشارك في هذه القمة عدد من المنظمات والوكالات والهيئات الحكومية والشركات التي تعمل في مجال تجارة وتصنيع منتجات الحديد والصلب وعدد من المهتمين قمة الصلب العربي اختتمت اعمالها بمشاركة واسعة اكدت من خلالها على اهمية تنمية وتطوير صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي وضمان استمرارها في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة عالميا واتت هذه القمة لتكون مدخلا متجددا لدراسة اوضاع صناعة الحديد والصلب وانعكستها لاستهلاك الصلب في الدول العربية للوصول الى الاهداف المنشودة مملكة البحرين حققت العديد من الانجازات في مجال الصناعة لعل ابرزها اليوم هو اطلاق استراتيجية قطاع الصناعة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي والتي تهدف الى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في ناتج المحلي الاجمالي وزيادة الصادرات وطنية المنشأة بالاضافة الى خلق الفرص النوعية الواعدة المواطنين مملكة البحرين ضمت هذه القمة لتشير بكل شفافية على وضع هذه الصناعة واهميتها ولتركز على تبادل الخبرات من خلالها وتطوير الكفاءات لتحقيق التطلعات الهدف من القمة بصفة عامة بالنسبة للشركات الصلب تجميع اكبر عدد ممكن من الشركات من المحيط الى الخليج بحيث ان احنا نعمل سوق عربي مشترك من اهداف الاتحاد عمل تعاون بين الشركات الصلب في مجال الخام الحديد ممكن في مجال التبادل التجاري بالخامات والمنتجات النهائية وان شاء الله بإذن الله يبقى فيه نتيجة كويسة بعد المؤتمر لله الحمد الحضور ممتاز وهذا دليل كبير على دعم حكومة البحرين للصناعة المحلية والصناعة الاقليمية قطاع محوري يأتم مناقشته في قمة الصلب العربي ان خلال محاور هامة لتعزيز هذا القطاع واستدامته وتوحيد الجهود للتركيز على الاستراتيجيات الحديثة وتحفيز المبادرات المبتكرة لما يخدم تطور هذه الصناعة وتكاملها واستمرار نموها على جميع الاصعيدة الانتاجية والتجارية والتسويقية قمة الصلب العربي اختتمت اعمالها في مملكة البحرين لتؤكد نموها المتواصل لتيجة لسياستها التي جعلت هذا القطاع ذراعا مؤثرا في التنمية الاقتصادية ولتكمل سلسلة انجازاتها من ارض النجاحات شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين